السلام عليكم وأهلا بكم متابعين الأوفية في قناة موجز الأخبار يتجدد موعدنا اليوم مع جديد الأخبار والآن إليكم أبرز وأهم العنوين مخرجات وأوامر اجتماع الحكومة بترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي وكذلك مع كلمة سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون ولكن متابعين وقبل البدء في التفاصيل الرجاء لا تنسوا أن تعطروا أفوهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون ولنتابع تفاصيل مع أول خبر ترأس سيادة الوزير الأول نذير العربوي اجتماعا للحكومة حيث جاء في بيان للوزارة الأولى بأن اجتماع الحكومة قد خصصا لتقديم عروض قطعية حول متابعة تنفيذ توجيهات سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون والمتعلقة بتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية وكما تم الاستماع كذلك إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والأسلاك الجامعية والطبية والتي قد أمر بها سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون وهذا خلل اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023 على أن يتم الفصل فيها خلال شهر فيفري القادم وكما قد تناول اجتماع الحكومة عدد من المشاريع لنصوص تنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الهدفة إلى الحدي من حوادث المرور وأيضاً إجراءات ذات العلاقة بجمرة السفن للصيد البحري لأقل من خمس سنوات لاستعمالها في أعالي البحار وكذلك مع خبر ثاني مغير رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يلقي كلمة باسم سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون في الطبعة الثانية لحوارات إفريقيا حول الازدهار بمدينة أبوري الغنية رئيس الجمهورية يستعرض ملامح التجربة الجزائرية ضمن الدينماكية الإفريقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي ويؤكد بأن منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد تقوم على الثلاثية الأمن السلم والتلمية والجزائر تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر ويوضح بأن الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتأزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين والجزائر صدت في 2023 مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي والتي أنجأتها عام 2020 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدمة في القارة الإفريقية وكذلك يشير سيادة رئيس الجمهورية إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة كمشروع أمبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء والذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مروراً بالجزائر والنيجر والميناء الكبير الجزائر وسط الحمدانية وكذلك المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا والجزائر ناضلت من أجل استقلال القارة الإفريقية وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال وتؤكد دائماً دعمها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتنا فلسطين والصحراء الغربية وتؤمن إيماناً رسخاً بإفريقيا مستقرة سياسياً ورائدة ومزدهرة اقتصادياً وتنموياً ترجمة نانسي قنقر كرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم ابقوا في المتابعة ليسلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر وادمتم في رعاية الله وحفظه إلى مجلس أخبار آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة